السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عمر دايزر الي اخبار يا جماعة ان شاء الله جميعا بخير ونهاردة ومبارح كانت الانو داي في فيديو قبل كده ننزل على القناة ننزل تقليبها في نفس الوقت الموبايل الفول دابول من اوبو او موبايل فول دابول فايند ان جهاز عجبني جدا خلص الفيديو ده راح اتفرج عليه اهلا وسهلا بك الفيديو ده بس احنا نكمل بعض النهاردة بقى تكملت الحاجات العملية عنها اوبو الاختراعات الجديدة والافكار ويكون اول تجربة ليه فعليه ان نظارة ما قد يكون اسيستد ريالتي حاجة زي كده خلينا نشوفها مع بعض افتر حمسين معاي طبعا نصيب شكلات العنيف هيا بنا قبل ما نتكلم عن نظارة خليلوكم سريعا جدا على اول بروسيسور واحدة معالجة عصبية ان بيو من شركة اوبو دي بوده شغالين عادية وبقى فترة طويلة وده بتجاه العام احنا شايفينه من شركات كبيرة دلوقتي ان كل الشركة بتصنع السيليكون بتاعها التشيب تاعت اوبو اسمها ماري سيليكون اكس طبعا ابل بتعمل كده جوجل بتعمل كده وغالب الشركات تتاجها انها تعمل تشيبات خاصة بيها عشي طيرت تكاستمايز التجربة والحاجات اللي عايزة تضيفها فعليا الواحدة هي تكون موجهة اكتر للكاميرات وتحسين الكاميرات فيه ارقام مبهرة هنا فيه حسابات اتناشر تيرافلوبس دي ممكن اعلم الموجود في البلاي ستيشن فايف على حد علمي ارقام رهيبة جدا التشيب تي كمان 6 نانوميتر بتعتبر متطورة جدا متوفر في الطاقة اوكي خليديكم شوية ارقام كده عشان الموضوع هنا كبير دي تشيب زي ما ترككم موجهة للتصوير فيكون فيها اي اس بي او واحدة معاجد صور متطورة جدا المفروض انها بتقدر تعالج 20 bit dynamic range 20 bit اوكي دي ارقام جديدة بتقدر 4k ai 20 bit hdr in raw دي حاجات خطيرة جدا كل الكلام ده من غير اي عبع على البروستيسور الموجود في الجهاز نفسه عشان دي تشيب خاصة بالكلام ده فينا موضوع يكون اسرع بكتير من غير ميتاء الجهاز او من غير بيسخانه او يستغل او يستهلك بطارية المفروض كمان ان الفيديو هنا استغلال الموضوع ده في الفيديو انها تقدر تشيله نويز تقدر تصور بالليل يحصل التحليل للصور بحيس تاخد فيديو كمان كواس جدا زي بتاخده في الصور الصور بتاخد وقتها شوية عشان تعمل البروستيسنج طالما فيه بروسيسور دلوقتي يقدر يعمل الموضوع ده الفيديو كمان هيديك نتائج اسرع بكتير وشكلها احسن بكتير طبعا كلا ده محتاجين يشوفو اللطيف الموضوع ان الشيب دي مش لها خيالية ومستقبلية الشيب دي هنشوفها في الفاين اكس اللي جاي وشيز جاي اوائل السنة اللي جاي ان شاء الله فانو دي الموضوع دي مش مجرد خيال علمي وحاجات فتراضيه وبتاع دي كلها منتجات فعاليا جاي من اول الفولدبل للماري سيليكون اكس دي كمان الجهاز اللي هو اللي هو النظارة العجيبة جدا على فكه الشيب دي كمان فيها دي دي ار باندويت يعني فيها الميموري الخاصة بتاعها مش محتاجة تروح تتواصل مع البروستيسور والرام وتيجي تاني ايه كلها حاجة انكلوسف بعضيها والمفروض لو كل حاجة وحشة لو كل حاجة مزبطتش دي مفروضنا هتكون اسرع عشرين مرة من تحليل الصور الموجود في الفايند اكس ثري برو اللي بيعتمن طبعا على حاجات كوالكم فحيبابنا اللطيف جدا نحن نقارن ال اكس فور برو اللي جاي ان شاء الله وال اكس ثري برو عشان نشوف فعاليا الفرق في التحليل وفي الصورة زي ما بيكالي هم اللي بقى انا انتقل لمنتج انا متحمس جدا اجربه وهو نظارة اوبو الاوجمنتد رياليتي وهي مختلفة شوية اوك يا جماعس محلو اعرفكم على اوبو اير جلاس او نظارة من اوبو وزي ما انت شايفين في جزئين اكيد انت مستغرب ايه ده بالزبط في نظارة عادية وفي حاجة اودامة كده عشان فعاليا هي بتتكون من عدسة واحدة تتركبها المفروض على اي نظارة عندك اساسا وفهمين الموضوع دي نظارة عادية خالص زي ما انت شايفين نظارة شفافة مفهاش اي حاجة طبعا انت ممكن تكون نظارتك الطبية ممكن تكون نظارة شمس ممكن تكون اي حاجة لكن الحاجة الاضافة فيها ان فيه زي جزء مجنيتك ان فيه زي مونت كده مخصوص انا ما عرفش انا ممكن يركب على اي نظارة تانية ولا اوبو بس هي لها دي نظارات دي حاجة نشو متأكد منها حاليا ولكن الجزء التاني هو اللي هيركب عليها ويديك الخصاص الاضافية طبعا كل الشركات شغلت الوقتي على نظارات رجمية ريالتي منهم ابل منهم جوجل منهم شركات كتير وده اتجاه اوبو في الموضوع دي البداية بتاعت اوبو مش هاشيدك تديك فيرشو ريالتي وتنعزل تماما عايزة تساعدك تضيف لك معلومات في حياتك اليومية الموضوع هنا بيتكون من دراع واحد بس فعليا وشابك فيه عدسة واحدة بس والجهاز المعاقي ده هو عبارة عن الشاحن تبس الحوطة هنا تشبك ماجنتيك وتشحن منه وتكون جاهزة انك تستخدمها بعد كده خليه وريكم بقى الحاجات المثيرة الاهتمام اولا الجزء اللي تشايفين في الجانب ده هو طبعا الجزء اللي بيشحن من هنا هنا عندك سماعة تكون جانب ويدنك بالضبط وعندك كمان فيه مايكروفونات عشان تقدر تديها اوامر صوتية وما الى ذلك كلها وزنها حوالي 30 جرام وزنها خفيف جدا جدا مش هتحس انها بتقل وشك ولا تعمل لك حاجات غريبة وجواها بروسيسور كامل مش تعتمد على الموباد وجواها بروسيسور وير 4100 اللي نشوفه مجموعة من الساعات الموجودة لما بحرك بزاوية بتلاقي قدامك زي مستطيل ملون كده في وسط الازاز بيبان بصعوبة شوية دي عبارة عن سكرين فعليا دي شاشة تخطوة القول عشان تبدأ تستخدم الجهاز طبعا تلبس نظرتك وبعد كده بتشبك الجزء ده ماجنتيك زي مايكروفونات والجوه الشاشة اللي سيسموها سبارك مايكروبروجيكتور دي حاجة من تطوير اوبو فعليا دي عبارة عن مايكرو ال اي دي بتعديك إضاءة حد 1400 نتس طبعا انت شايفها شفافة ولكن عندما تلبسها الموضوع بيختلف الحالة في الموضوع انها تتشال مش عايز تستخدمها دلوقتي عايز تستخدم نظارة عادية او بالليل مثلا فكها وركبها او عايز تشحنها عايز تستخدمها بس تركبها ماجنتيك موضوع سهل و لطيف جدا دلوقتي كلها تشافين عيني والموضوع انا شايف في الدنيا حوالي كل حاجة شفافة بس شايف حاجة كأنها طائرة في الهوا كده عبارة عن شاشة شفافة انا شايف معلومات ودامي فعليين مكتوبة باللون اخضر الشاشة دي ملهاش ابعاد يعني انا مشايف مستطيل مثلا انا شايف حاجة شفافة يعني حاجة لون اخضر طلع في عالم شفاف حواليها هي لو ركزت فيها بتزغل السنة لكنها موجودة كاف في الحيز رؤيتك ناحية اليمين كل حاجة تحكم فيه هنا عن طريق على الدراع نفسه و بس مع صوت كمان انا بعمل السوايب تقدر تقليب مجموعة من الكاردس فعليا دي مش تقدر تشبك الحاجة مثلا على الواقع اللي حواليك دي بس استعتبر يعني بتشوف حاجات تساعدك او تعرفك معلومات كده في السريع انا شايف مثلا الكالندر شايف التاريخ وشايف المكتوب السوايب كمان مكتوب قبل الساعة و نسبة البطارية السوايب كمان يقولي الجو بالنساء دلوقتي و كل حاجات دي و انا باكلم مع شخص اللي قدامي عادي جدا من غير ما يقود باله اساسا ان انا لابس حاجة ايرون مان جدا فيه حاجات كمان خاصة بالصحة مران تقدي ايه خطوات قدي ايه انا شايف كل حاجات دي بوضوح جدا من ناحية الوضوح يا واضحة جدا و مش يعني مش اللي هو بتقعد تركز اوه عشان تشوف وتقرى كل حاجات تحسها باينة قدام عينك بشكل غير مباشر انا بحاول الوقتي اوريكم الشاشة هي انصابة القطها بالفوكس ولكن بزاوية معاينة كده ممكن تبان شايفين بيبان كده في مجال الشفاف حوالي عينك دي الكارد بتاعت الساعة ولكن اقدر سوايب تاني ايوه weather information سوايب كمان يباني لكينا الحاجات بتاعت الساعة زي ما كنت بحكيلكم بتقدر تقلب فيها كده طبعا هي شكلها هنا كبيرة زيادة ولكن قدام عينك بتبقى يعني واخدة كورنر كده بس باينة بوضوح ده الكالندر التاريخ وما الى ذلك الكاردز تحكم فيها عن طريق الموبايل يعني تقدر ترتبهم زي ما انت عايز الجو فيه كمان حاجتين لطيفتين جدا شايف انهم تنفيذ عبقر الموضوع هنا موضوع البرومتر او تلي برومتر تقدر ان انت لو انت كاتب مثلا محاضرة هتديها او عندك فيديو هتصوره زي مثلا على اليوتيوب تقدر تكتب السكريبت بتاعك ويطارد لك قدام عينك بحدش يبقى شايف وغيرك مش محتاج بقى جهاز خارجي ولا اي حاجة دي فكرة عبقرية جدا الفكرة العبقرية تاني بصراحة هو موضوع الترجمة انت مثلا اي كلام بتقول قدامك بيقوله تقدر تشوف الترجمة قدام عينك دي حلقة ممتازة ده تقدر تلي برومتر زي ما تشايفين قدامك تكست مكتوب بوضوح جدا الكلام واضح قدام مكتوب وفيه سطور تقدر تسوايب من على النظارة نفسها عشان تغير او تقلب الصفحة او من الموبايل نفسه كمان اش تتحكم في الاتنين الترجمة هتكون نفس الموضوع برضو تقدر تشوف الكتابة بتطلع قدامك حسب الشخص اللي بيتكلم حالة كمان مفيدة جدا مع نظارات دي هي النافجيشن واحد زي مثلا بيركب الموتسيكلات او لو انت بتركب عجل او اي حاجة زي كده تقدر تشوفوا الاتجاهات تشوفوا الاسهم الحاوضة اللي جاي يمين هتدخل الشارع اللي جاي معرفش ايه كل ده في مجال رؤيتك من غير ما تلبس نظارة كبيرة ولا اي حاجة وده اللي مطيف في الموضوع ان كل حاجة انا صغيرة كومباكت مش واختحيز مش محتاجة بس حاجة او انعزل العالم الخارجي بس اسيستنس كده اضافة للعالم اللي انت فيه الاوبو ايرجلاس هي كمان مش منتج خيالي ستتوفر في الصين قريب جدا ومفروض ينزل من النوسخ ان شاء الله عندنا في العالم العربي ترى تحكي فيها كمان على الفكرة مش بس من موبايل لكن كمان من ساعة اوبو لو عايز تسوايب في حاجات فيها كمان مايكروفون زي ما قلنا تقدر تتكلم تغير حاجات في اسيستنس تتكلم ان هي اوامر صوتية وما الى ذلك عجبان الفكرة عجبان الاضافة وانها مش داخلة مش واخد حيز كبير سوف نتركبها على اي نظرة ثانية بعد كده وتقريبا دي كانت كل حاجة معانا في الانو دي شايف ان اوبو قدامت حاجات كويسة جدا واللطيف في الموضوع انها كلها حاجات توقعية ونشوفها قريب في الاسواق فعليا اذا خلصت الفيديو روح نشوف الفيديو فايند انتس مش فكت عليه الفولده بالخطير بس اعجبك الفيديو انتمنسوش لايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في الفيديو جديدة اول باول تابعي الي روح نشوفك انشاء الله الفيديو جاي سلام